أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن علاقات مملكة البحرين ومملكة أسبانيا المتميزة وما تشهده من تطور وتقدم جاء بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها في شتى المجالات مشيرا سموه إلى تطلع مملكة البحرين لمواصلة العمل لتعزيز علاقاتها المتميزة مع مملكة أسبانيا الصديقة وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله اليوم مع صاحب الجلالة الملك إخوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا الصديقة السابق وذلك بمناسبة زيارة جلالته لمملكة البحرين حيث رحب سموه بجلالة الملك إخوان كارلوس واستعرض سموه معه علاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين معربا سموه عن تقديره لجلالة الملك إخوان كارلوس وحرصه على زيارة المملكة انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون والتطلع الدائم نحو تطويرها على أسس التعاون المشترك على كافة الأصعداء من جانبه عرب جلالة الملك إخوان كارلوس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها في زيارته للمملكة مشيدا بجهود سموه في دعم علاقات البلدين الصديقين والدفع بها نحو مزيد من تعزيز مجالات التعاون الثنائي على كافة الأصعداء متمنيا لهذه العلاقات دوام التقدم والازدهار ازدهار